وقه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإعداد حزمة متكاملة من الحوافز والإعفاءة والتسهيلات وذلك في عدد من المناطق الصناعية واللوجستية في مصر لتشجيع تجارة الترانزيت وعمليات التصنيع والتصدير وإعادة التصدير جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود المكثفة التي تشترك فيها الدولة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط مناطق الإنتاج بمختلف أنواعها بالموانئ البحرية الجاري تطويرها لتصبح موانئ محورية ذات مستوى عالمي وتقاطل استيعابية ضخمة في هذا الإطار تم عرض الجهود الجارية لتطوير منظومة الشحن والنقل البحري والبري وتجارة الترانزيت المباشر وغير المباشر بالإضافة إلى عملية تطوير حلول متكاملة لنقل وتداول الحاويات والبضائع عبر مسر ومشروع إنشاء خط سكك حديدية بين العريش وطابة لإنشاء محول لوجستي جديد يحقق طفرة في عمليات نقل البضائع والتجارة من خلال الربط ما بين البحر المتوسط وخليق العقبة وأضاف متحدث الرئاسة أن الرئيس سيسي اطلع كذلك على الموقف التنفيذي لعملية التطوير وإعادة تأهيل مترو الأنفاق ضفة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو حيث وجه رئيس سيسي في هذا الصدد بالاهتمام بتحسين مستوى الخدمة وصون هذا المرفق القومي الهام ومواصلة العمل على توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي لمكونات المترو اشتركوا في القناة